سلام حبابي سنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو بصحة وبخير وتخرجوا هاد العام بصحة والعافية وكل ما تمنيتوا يا ربي بخور طيب بخور رائع بخور يطرد لك العين القديمة وجديدة بغينا نبخروا بيتنا ونخرجوا الطاقة السلبية قبل ما يسالي هاد العام ونكونوا ايجابيين ان شاء الله بغينا ان ناخدوا واحد العشبر خيصة عند العطار ولكن طاقة كبيرة تتحيد النحس وتترد النواحس بغيت ان نسيق بها بيتي نحيد العين والمشاكل والكلام اللي تدرني على خاطري جامل القديم او جامل البعيد عندي مشاكل عندي طاقة سلبية داخلها البيت تنكون دائما محتارة في امري والسحر ولا عين ولا حسد اليوم ما غادي نعطيكم هاد الوصفة اللي غادي ترشوها في البيت وغادي ان شاء الله تحرقوها وغادي يكون عندكم ان شاء الله طاقة ايجابية قبل ما يخرج هذا العام تكوني بخير وعلى خير حرقيها في الدار وتهني سيقي بها دارك وتهني عومي بها ولدك ولا بنتك وتهني اذا الوصفة دياني هي عبارة على الشيح الشيح رائع في طرد النواحس وخيكل الجن والانس وليكون عندك انسان داخل بقلة النية لابد غادي ياخد جزاء دياله وتبان فيه العالمة اذا نبقوا معايا غادي نعطيكم هاد الصغة ان شاء الله وغادي تكون اه دخول عليكم بالعافية ودخول عليكم بطاقة ايجابية ان شاء الله اذا عدنا واحد جوج دراهم ديال الشيح غادي ناخد واحد اه ناخد واحد الوعاء على اساس انني غادي نبيت الشيح غادي ناخد قبصة بحركة وغادي نحطها في وعاء الساخن غادي نحط معاها قبصة الملح قبصة او حفنة الملح وغادي نبيتو ليلة كاملة انطلعوا الاصطاح ياخد طاقة السماء وغادي نهودو قبل ما اطلع عليه الشمش وغادي نصيق به العتبة مع الصباح والرش نوافد والرش الباب والرش العتبة والرش كل شي غادي ناخد قليل من الملحة نحطها على اليمين الباب وعلى اليسار ونخليها تحيد ليها الطاقة السلبية تخرج مع العام اللي يمشى ونجيبه عام جديد اذا بغيت نبخر ولدتي عندي ابن عنده توقيف الحال في العمل غادي ناخد هاد الشيح نقرأ عليه صورة الواقعة وغادي نبخر ولدتي البنت اللي موقف على العمل البنت اللي موقف على الزواج الولد اللي ماخد دام مرد دام عندي طاقة سلبية عندي الحسد مع الزوج ديلي دائما طالع عليه الدم وعنده مشاكل غادي نقرأ صورة الشرحتية سبع مرات ونبخر البيت نحاول انني دائما نبخر ما بين الظهر والعصر احسن توقيت لجلب السعادة ورحة البل هو توقيت العصر حاولوا انكم ما تبخروش بالليل لان البخور ديالليل تجلب غير الشياطين ولكن بعد الاحيان تنخدمو وصابات لجلب تكونوا تكونوا الزوج اللي كان غائب تنبخروا بالليل باش تكون هذه الطاقة للجلب تكون خدامة ولكن بعد هنهضرو على هاد الامور ونعطيكم طاقة ايجابية ديال كيفاش الاوقات اللي غادي تبخروا فيهم ولكن اليوم معايا الشيح اللي رائع وفي اي بلد الشيح الناس اللي عندهم توكال او عندهم عندهم مشاكل في الامعاء ديالهم غادي ياخدوا واحد من معلقة صغيرة ديال الشيح ويغسلوها مزين يخلوه على ماء ساخن ويصفيوها ويقرأوا على الفاتحة سبع مرات ويشربوها وغادي يحسوا وريصهم انهم بخيروا على خير اذا قبل ما يخرج هذا العام بخري وحرقي وعومي وغادي تكوني ايجابية اللي غادي نبخروا بها غادي نقرأوا عليها ولكن اللي غادي نعوموا بها غادي ناخدوا واحد صغيرة ديال الماء وغادي نحطوا في حفنة الملحة كأسة الخل مع الشيح ونخوي عليه ماء ساخن ونخليه ساعة ومبعد ندوش به عادي جدا بلما نصفيه نحاول نبقى بخمس دقائق في الدوش ومبعد نتشلل عادي اذا الوصفة ديالي هي رائعة واكتر من رائعة حاولوا غير تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا بحولي لهوة قوتي حاولوا انكم تدروها قبل من راس العام باش تخرجوا هم اه هاد العام القديم بهمه مشاكله بحسده بعينه باي حاجة غادي تكونوا ايجابيا ان شاء الله وتواعدوني انكم تدروها غير بجوش دراهم غادي تتوفقوا ان شاء الله حاولوا تخليوا لي التعليقات والدبلو التعليقات باش يشوفوا اكبر عدد والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة